أشهد عدد من النواب في لقاء خاص للتلفزيون المصري بقانون العلاوة الاستثنائية مؤكدين على أن رفع الحد الأدنى للأجور يساعد المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية طبعا النواب اليوم في الجلسة العامة أشهده بتوجه السيد الرئيس وتعليماته برفع والعلاوة الاستثنائية لأن دي أعتقد حزمة حماية اجتماعية حتطول كثير من المواطنين خاصة الأزمة الاقتصادية العالمية دي مش في مصر بس وتضخم المستورد اللي احنا بينتقل إلينا لأن دول كتيرة من العالم بسبب الأزمة العالمية والحرب الروسية الإكرانية تضررت في أسعار المواضي الغزائية أو في الطاقة والدولة المصرية كانت صبقة بأنها بتقوم بتلك العلاوة الاستثنائية نوجد تحية لفخامة رئيسة وفتاحها السيسي على هذه المبادرة بعمل رفع الحد الأقصى للأجوء حد الأدنى للأجور وده أمر مهم جداً لوصوله 3000 جنيه وينطبق على قانون واحد تمين 2016 والمخاطبين بهذا القانون خدمة مدنية والغير مخاطبين وأيضاً قطاع العمال العام وقطاع العمال وأيضاً قطاع الخاص يمكن ده أمر مهم جداً أن يشمل هذا القانون رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص أيضاً العلاوة الاستثنائية لأصحاب المعاشات وده حاجة مهمة جداً برفع 300 جنيه ترجمة نانسي قنقر